السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأسف الشديد انتشر كثير من من يتاجر بالدين لربح المالي أو الشهرة أو غير ذلك وهذا المقضى نصيحة من أخي المحب لمن يريد النصح ولأن هناك الكثير من يتابع هذه النوعية من الفيديوهات بدون علم أو وعي بخطورة هذا الأمر منذ أيام قليلة ظهر أمامي بعض الفيديوهات بهذه العناوين وعندما دخلت عليها وجدتهم يقولون أقسم بالله تجربة الحقيقية مع استجابة الدعاء بلمح البصر استخدم هذه الطريقة في الحلال فقط يعني استغفر الله كأنه امتلك مفتاح استجابة الدعاء ويضمن لك ذلك مئة بالمئة المهم يجهزون لك ورقة أو جدوى المكتوب فيه بعض الأشياء كقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدد معين قل يا الله بعدد معين الصلاة الإبراهيمية بعدد معين بعض أسماء الله الحسنى بعدد معين يا سيد السادات ويا مجيب الدعوات بعدد معين والكثير من الأذكار والكلمات التي قد تسمعها لأول مرة في حياتك المهم يأتي لك بوصفات وأشياء كأنه يضمن استجابة الدعاء أو يعمل محقق أحلام يكتب لك افعل كذا وكذا اقرأ كذا وردد كذا وكذا تفضل غدا إن شاء الله تتزوج وأنت تفضلي بعد أسبوع تتزوجين وبعد شهر تنجبين عذرا ولكن والله هذا الكلام ما ورد لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قلنا سابقا لا يجوز لأحد تخصيص عبادات وأذكار وآيات معينة بأعداد معينة لغرض معين ما لم يرد في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونحن بهذا نتحول من الدعاء بمعناه العظيم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ويقين تام إلى مجرد وصفات وعبارات نرددها وأشياء نفعلها لنيل ما نريد هذا غير أننا ندخل في البدع والمحدثات ونحيد عن الطريق المستقيم واستجابة الدعاء لا تحتاج لكل ذلك فالله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذه البدع المتشرة ولم يحدد لنا أشياء معينة نفعلها بأعداد معينة كما ينشر هؤلاء واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا فيه شر إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه والخلاصة يجب علينا الانتباه وخصوصا من يتابع مثل هؤلاء فالأمر بين وواضح فكل من ينشر هذه الأشياء ويعطيك وصفات أو مجربات أو أشياء معينة بأعداد معينة لأغراض معينة يمترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لك اكتب كذا وكذا في ورقة وضعها في جيبك لمدة كذا يحدثك كذا فكل هؤلاء ينشرون البدع والضلالات ويتاجرون بالدين فاحذر وانتبه وأتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت إليكم وأن تنتبهوا جيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته